السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي اعملين ايه يا رب تكونوا بك جاي لكم طبعا بالخبر هو مش جديد للي عارفوا اللي هو الصورة اللي تجمع بين محمد رمضان والممثل او المغني الاسرائيلي عمير ادم انا جاي النهاردة لنقطة رد فعل محمد رمضان بس هبدأ الاول اعرف للي مش عارف الموضوع هبدأ استرده قدامكم كده ونشوف الموضوع تسبب الاعلام الاماراتي حمد المزروعي في وقوع الممثل المصري محمد رمضان في ورطة جديدة بعد ان نشر صورة تجمع بالاسرائيلي عمير ادم في دبي وعلق المزروعي قائلا اشهر فنان مصري مع اشهر فنان دبي تجمعنا وذلك قبل ان يحزف التغريدة بعد دقائق ما كانت صفحة اسرائيل تتكلم بالعربية قد نشرت الصورة وارفقتها بتعليق الفن دوما يجمعنا النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي عمير ادم في دبي ولم يتضح موعد التقاط الصورة اذ كان المطرب الاسرائيلي عمير ادم في زيارة الامارات في اكتوبر لحضور احتفالية عيد الباحجة اليهودي الذي اقيم للجالية اليهودية في دبي في حين توجه رمضان الى الامارات مرات عدة في الشهور الماضية اخرى كانت زيارته امس استعدادا لتكريمه في دبي نهاية شهر نوفمبر ووفقا لمصادر فان رمضان كان قد التقى بالاعلام الاماراتي حمد المزروع الذي طلب منه التقاط الصورة بعد ان عرفه بالمطرب عمير ادم فرحب رمضان على الفور خاصة الاستداكة التي تجمعه هو بالمزروعي في حين جاءت تعليقات محمد رمضان متضاربة بشأن الازمة كتب تعليقا يقول لا يهمني اسمك ولا لونك ولا ميلادك يهمني الانسان ولو ملوش ليس له عنوان انا لا اعلم او اسأل عن اي انسان يتصور معي او اتصور معه مش بسأله عن دينه او جنسيته وربما خلقنا الله واحدا وسرعا ما حذفه مباشرة وعلى الفور تعرض محمد رمضان لحملة الجم من قبل رواد المواقع التواصل الاجتماعي وصلت الى المطالبة بشطبه من نقابة المهن التمثيلية فقام بنشر فيديو على انستجرام لكنه حذفه بعد دقائق بسيطة قال فيه لا اعلم ولا اسأل عن جنسيته من اتصور معه او اي انسان اتصور معه لا اعرف اسمه ولا لونه ولا ديانته وتابع كلنا بشر وكلنا رب نقلقنا وانا لا اعرف من يلتقط لي الصور كل الناس اللي بتطلب تتصور معي بتصور وكل جمهوري يعلم ذلك وتعرض محمد رمضان لهجمة شرسة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فعلى تويتر كتب احد الاشخاص معلقا على الصورة التطبيع خيانة في حين قام اخر بنشر صورة لمحمد رمضان بالزيل العسكري وكتب دامت ميكس وعلق اخر العر يلاحقهم وطلب البعض بضرورة اتخاذ موقف واضح من قبل الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اما صفحة سينيما بارديس فعلقت على الامر بانه تأكيد على شخصية محمد رمضان وجاء فيها انتشرت قبل قليل صورة تجمع المدعو محمد رمضان مع المطرب السهيوني عمير آدم في دبي هذه الصورة على عكس الجميع عسعدتني كثيرا فيما هو الا دليل اخر اثبت رأيي في محمد رمضان انه ليس فقط ممثلا هابطا ولكنه ايضا مع عدوم الهوية والشخصية هوياته هي الشهرة والمال ولا يكترس لامر الفن ولا القضايا المجتمعية وهنا كمان النجم المصري محمد رمضان مع لاعب منت اسرائيل لكرة القدم دياء 7 في دبي يا سلام يعني انتوا واخدين بالكو يعني التاني ما كانش يعرف في الديانة بتاعته ولا كده وما سألوش على اسمه وفي نفس الوقت مع اللاعب كمان كرة القدم يعني هي مقصودة ولا مش مقصودة يعني انا سايبها لحضراتكم يعني دي حاجة فوق الخيال انت ازاي ده انت بص كل صورة بتشاور على الشخص نفسه وكده يعني انت زي ما تكون مضبط نفسك ان انت التطبيع تطبيعي يعني ونشوف بقى رأيه كده في النقابة اللي هو يعني قابل الممثلين عملت معي ايه اعلان الفنان محمد رمضان احترامه لقرار نقابة المهن التمثيلية بشأن ايقافه عن العمل حتى التحقيق معه مضيفا رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع اسرائيلي واني لا اعلم جنسيته ولو كنت اعلم كنت مؤكد رفضت التصوير وتابع رمضان في حسابها على الفيسبوك مسائل اتنين ثانيا المكان مطعم مش حفلة خاصة واشتغلت اغاني عربي وانجليزي وفرنساوي ولما الاغنية الاسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت اسيب صحابي واجر عيط في الاسنسير ولا اعمل ايه بسبب اسرائيل موجه انتقاضات وبلوكات لمحمد رمضان ابنة سعيد صالح تهاجم محمد رمضان وتقوله كويس ان بابا مات طبيعي اللي كان مات من زعله لانه قال عنك موهوب وتستاهل كل خير وعلقت اميرة سيد مكاوي ابنة الفنان الراحل بقولها فنان الحرب والسلام في حين طالبت ايمان سيف بمقاطعة افلامه ونشرت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد على اتصال بين نقيب المهن التمثيلية ورمضان واوضح من خلاله الاخير انه لم يعرف هوية الشخص الذي يعانكه في الصورة وفي النهاية طلع محمد رمضان يشكر ويقول شكرا جدا مع اني كنت مثلا مظلوم وما كنتش عارف هويته وانا متقبل اقافي ومش اقافي بس فعلا فعلا خبر مفرح جدا انهما وقفوه حرام جدا يعني يا جماعة اكسم بالله العظيم ان قلبي كان بيتقطع على الطيار اللي هو انهى حياته بفضيحة وانه هو تشيل من شغله كل ده علشان يتصور وتفاخر كده وتفاشخر كده بالطيارة وقاعد فيها هو وعلته طيب ليه كان زنبه ايه الطيارة انت عملت فيه كل ده واوقفته من العمل كله سلف ودين وكما تدين تدين كما تدين وتدين انت وقفته شفت صورة صورة واحدة وقفت حياة طيار كاملة وترفض من شغله وانت صورة واحدة اوقفتك عن العمل يعني ربنا ما بيسيبش لحد وفي نهاية كلامي لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد وعايزة تعليق برأيكم في الموضوع ده بالذات بالذات نقطة ان هو بيشكرهم قوي ونقطة كما تدين تدين مع الف مليون سلامة يا اغلى احباك فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة اشتركوا في القناة